حصل 14 طالباً فلسطينياً هذا العام على منحة تقدمها مؤسسة أمد إيس في العاصمة الأمريكية واشنطن لطلاب متميزين تمكنت المؤسسة خلال العقدين الماضيين من إرسال عشرات الطلاب الفلسطينيين إلى جامعات أمريكية مهمة لإتمام رحلتهم العلمية المزيد مع هند إبراهيم هذه خطوات صوب النجاح سبقتها رحلة بألاف الكيلومترات قطعتها غادة من غزة إلى جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة حيث توشك على إتمام دراستها للحصول على الدكتورة في المناعة البشرية وتحديداً في فيروزيك الخطير بالنسبة لي أنه أنا صرت عالمة في الولايات المتحدة وأنني بقدر أكمل شو شغفي في الحياة وشو أنه أنا بدي أدرس هذه أمل لكل الطلاب ولكل الناس اللي في غزة أنه ممكن أن نصل المستحيل غادة واحدة من قرابة مئتي طالب فلسطيني التحقوا على مدى العشرين عاماً الماضية بأربعين جامعة أمريكية مرموقة بعد حصولهم على منحة هوب التي تقدمها مؤسسة أمد إيست بهدف تغيير الصور النمطية عن الشعب الفلسطيني وتبديلها بصور المواهب والإبداع العلمي والمثابرة ينظر إلى الفلسطينيين على أنهم إرهابيون وربما ضحايا لكننا نرى الآن أعداداً متزايدة من أساتذتي وطلاب الجامعات بدأوا يدركون أن الفلسطينيين ناجحون ولديهم قدرة تحمل هائلة وهم أيضاً موهبون موهبون بعناد لا ينكسر أمام التحديات مثل هنا إبراهيم ابنة غزة ذات الثانية والعشرين من العمر أشعر بالأمان هنا لكن لا تزال كوابيس العيش في منطقة حرب وصراع تلاحقني وذكريات صور الجنود أصوات تفجير القنابل وكان هذا أحد وافع لدراسة علم النفس أردت أن أفهم وأساعد نفسي وأن أتمكن من مساعدة الآخرين أيضاً تنطوي رحلة الطالب الفلسطيني للدراسة في الخارج على صعوبات بالغة بحسب مؤسسة أمد إيست تبدأ أولاً في إجراءات السفر المعقدة من قبل الإسرائيليين لكن الأشد صعوبة بحسب هنا وغادة هو ألم البعد عن الأهل والأحبة بس لازم نكابر ونتابر هند إبراهيم العربية واشنطن